ده في ما يخص ما يحدث في الدولة الإنجليزية. من شوية خلصت مباراة نهاية دولة أبطال أوروبا. تب شجع الريال؟ أنا برشلوني. برشلوني. لكن تشابي يعني عمل نتائج سيئة جدا مع برشلونة. فخلتني يعني أميل شوية للريال. شوفت الريال حلو إزاي؟ لا لا. شوفت اليميل عندنا بيحصل له اي؟ لا لا لا. ريال يعني حاجة يعني دي قرد القدم. كنا منفرج مع بعض على المطش. ريال تحسوا يعني بيلعب وحش. النهاردة مطش وحش بالنسبة لله. بس أنت متأكد ومقتنع مليون المياه ان اللي رأيك. ريال حكس. هكتف واحدة. هعرف أخلص المطش يعني. شوفت المطش إزاي؟ يعني أنا شاف المطش طيب رغم أن بروشا تورتمون كان أدى أداء رائع جدا وخصوصا في الشوت الأول. ويمكن يعني الشوت الأول وحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة من الشوت الثاني. لكن كنا كلنا قاعدين ومقتنعين أن ريال مدريد هو اللي هيكسب البطولة. لأن أنت عندك برضو لعيبة أسماء كبيرة جدا. خبرة كبيرة جدا. لما تكون حصل على لقب 14 مرة وبتنافس النهائي المرة الخمستاشر. في آخر عشر سنين توصل لنهائي 6 مرات. أنشلوتي كان قبل النهائي بتاع النهاردة ده. حاصل على البطولة أربع مرات كمدرب ومرتين كلاعب. فدي بتفرق كتير جدا. الخطوات اللي أخذها ريال مدريد السنة دي في البطولة. يعني هو متصدر المجموعة بتاعته في دور المجموعة. بعد كده يفوز على ليبزيج الألماني. بعد كده يعني منشستا سيتي. يعني كان نهائي مبكر ما بين ريال مدريد ومنشستا سيتي. وبعدين يعني باير ميونيك فديف حد ذاتها. لكن برضو كل يعني نرفع القبعة لبروسيا دورتموند وإدن تيرزيتش. إدن تيرزيتش رغم أن هو صغير في السن 41 سنة. لكن فعلا أدى أداء رائع. رغم أن نتائج ما كانتش كويسة في الدور الألماني. لكن قدر أن هو يوصل ببروسيا دورتموند للنهائي تشامس ديج. الموسم الماضي يعني خسر بفرق الأهداف. فديف حد ذاتها يعتبر نجاح لبروسيا دورتموند. لكن هنرجعوا نقول أن أنشلوتي يعني قمة 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 في التعامل مع النهايات. قمة يعني أنشلوتي وزي ما نقول يعني فيه جملة شهيرة جدا أن النهايات يعني تكسب ولا تلعب. صحيح. فهو الددال اللي حصل. يعني ببروسيا دورتموند كل اللي شاف المغرى هيقول أن ببروسيا دورتموند حيقدر يعمل مفاجئة. لكن قدر ريال مدريد إن هو يحسب البتوى. طب فرق يا شوتي ده هو مع الناس الصحابي بره قبل ما يجي هنا. الناس عاما يقول لك لا مش قلت لكم دورتموند ده هيكسب وقلت لهم يا جماعة الريال هيكسب. طب. طب. طبعا. دورتموند يعني هيلوح ويجي وبتاع بس أدم الريال وسل الحتة دي هيكسب. أنا شوف في المقدمة يا كريم أنت بتقول أن زي زي ما بتقول ده عن نادي الأهلي. يعني كده برضو بيبقى فيه ممكن فيه أوقات ما يبقىش كويس لكن يعني أنت واصف إن في النهاية أنت هتكسب. صح. لسا مكملين هذا الحوار الممتع كالعادة مع الكابتن الكوير كابتن ياسر الشنواني بعد هذا فاصل نواصل. خليكم معنا.